بسم الله الرحمن الرحيم النهاردة هنشرح الدرس الاول المصابيح الكهربية من الوحدة الثانية الطاقة الكهربية ونظر لطول الدرس هنكسم الدرس جزءين الجزء الاول هنشرح المصباح الكهربي والجزء الثاني هنشرح فيه الدائرة الكهربية البسيطة والنهاردة موعدنا مع الجزء الاول من الدرس هنشرح فيه المصباح الكهربية المصباح الكهربية تعريف المصباح الكهرابي المصباح الكهرابي اداء لتحويل الطاقة الكهربية الى طاقة ضوئية المصباح الكهرابي هو اللمبة التي تضيع في الغرفة في المنزل من المميزات المصباح الكهربية اول ميزة لها تعطي ضوء صافيا وبراقا تعطي ضوء خاليا من الدخان والابخرة والروائح سهلة الاضاءة والاضفاع عن طريق المفتاح الكهرابي يبقى من المميزات المصباح الكهربية تعطي ضوء صافيا وبراقا تعطي ضوء خاليا من الدخان والابخرة والروائح وسهلة الاضاءة والاضفاع عن طريق المفتاح الكهرابي بعد كده ناخد الطيار الكهرابي تعريف الطيار الكهرابي سريان الشحنات الكهربية خلال مادة موصلة للكهرباء مثل اسلاك النحاس والالمونيوم بقى الطيار الكهرابي للإيه ما هي المادة الموصلة للكهرباء مذات نحاس والالمونيوم يعني تعريف الطيار الكهرابي سريان الشحنات القهربية مذات نحاسW الألمونيوم. بعد كده نأخذ علماء فالبشرية فهنا يقول لنا اول من اخترع المصباح الكهرابي المتوهج هو المخترع الامريكي توماس الفا اديسون. وهذه الصورة بتاع توماس الفا اديسون. فهنا يقول لنا عندما توفي اطفئت جميع انوار ومصابيح امريكا. يبقى عندما توفي توماس الفا اديسون اطفئت جميع انوار ومصابيح امريكا حيث ان العالم من قبله كان مظلما. بعد كده نأخذ انواع المصابيح الكهربية. يوجد كثير من انواع المصابيح الكهربية المستخدمة في الوقت الحالي. الا اننا سنتناول بالدراسة اكثرها شيوعا وهي المصابيح المتوهجة اللي هي المصابيح دي ومصابيح الفرورسنت المصابيح النيون مصابيح النيون هنا أنا أخذ أول حاجة المصابيح المتوهجة فكرة عملها ينطلق منها الضوء نتيجة تواهج سلك من التنجستين عند مرور طيار الكهرابي فيه يبقى فكرة عمل المصابيح المتوهج أن الضوء بينطلق نتيجة نتيجة توهج سلك من التنجستين عند مرور الطيار الكهرابي فيه عند مرور الطيار الكهرابي في سلك التنجستين يتوهد وينطلق منه الضوء بالنسبة لمصابيح الفرسينت فكرة عملها ينطلق منها الضوء نتيجة مرور الطيار الكهرابي خلال بخار أو غاز ينطلق منها الضوء نتيجة مرور الطيار الكهرابي خلال بخار أو غاز أولا المصابيح المتوهجة للمصباح العادي هنا يقول لك تعد أقصر مصادر الضوء الصناعي شيوعا حيث توجد في كل منزل تقريبا يبا المصابيح المتوهجة العادية أكتر مصادر الضوء الصناعي شيوعا بتوجد في كل منزل تقريبا طب إيه فكرة عمل المصباح الكهرابي المتوهج هنا يقول لنا عندما يسر الطيار الكهرابي في سلك التنجستين يحصل يسخن ويتوهج وينبعث منه الضوء وينبعث منه الضوء يبا فكرة عمل المصباح الكهرابي المتوهج عندما يسر الطيار الكهرابي في سلك التنجستين يسخن ويتوهج وينبعث منه الضوء طب هنا يقول لك يستخدم مصباح المتوهج في إضاءة المنازل مصابيح السيارات مصابيح اليد الكهربية يستخدم مصابيح المتوهج العادي في إضاءة المنازل في مصابيح السيارات تلاقي مصابيح السيارات في مصابيح متوهج عادي وفي مصابيح اليد الكهربية فهنا يقول لنا للتعرف على تركيب المصابيح الكهربية المتوهج بنجل النشاط التالي نشاط تعرف على تركيب المصباح الكهرابي المتوهج أدوات مطلوبة مصباح كهرابي وعدسة مكبرة خطوات العمل هنا يكون نفحص المصباح الكهرابي جيدا عن طريق العدسة المكبرة وحرص على ألا ينكسر يبقى نجيب عدسة مكبرة ونفحص بيها المصباح الكهرابي جيدا ونحرص على ألا ينكسر المصباح الكهرابي الخطم البعد يقولك حدد الأجزاء الرئيسية المكونة للمصباح الكهرباء الملاحظة يتركب المصباح الكهرابي المتوهج من ثلاث أجزاء رئيسية يتركب المصباح الكهرابي المتوهج من ثلاث أجزاء رئيسية وهذه الصورة توضيحية للمصباح الكهرابي المتوهج هنا في الاستنتاج يتكون المصباح الكهرابي العادي من ثلاث أجزاء رئيسية أول جزء فتيل المصباح فتيل المصباح الانتفاق الزجاجي انتفاق زجاجي وقعدة المصباح وقعدة المصباح هنا تحذير يقولك لا تلمس المصابيح الكهربية باليد أثناء تشغيلها لأنها تكون ساخنة لا تلمس المصابيح الكهربية باليد أثناء تشغيلها لأنها تكون ساخنة علاجة تركيب المصباح المتوهي المصباح المتوهج يتكون من ثلاث أجزاء رئيسية إيه هي الأجزاء الرئيسية دي واحد فتيل المصباح ودي إيه فتيل المصباح ودي معانا فتيل المصباح ده اسمه فتيل المصباح فتيل المصباح عبارة عن سلك لو لبي رفيع مصنوع من التنجستين تسري فيه الكهرباء عن طريق سلكي توصيل من النحاس عن طريق سلكي توصيل من النحاس يصلان بين قاعة المصباح والفتيلة فتيل المصباح ده عبارة عن سلك لو لبي رفيع مصنوع من ما اسمه التنجستين الفتيل ده بتسري فيه الكهرباء عن طريق سلكي توصيل من النحاس هذا السلكين اللي عنقوله عليهم من النحاس السلك ده والسلك ده عن طريق سلكي توصيل من النحاس يصلان بين قاعة المصباح والفتيل وقاعدة المصباح يستخدم التنجستين في صناعة فتيل المصباح الكهرباء علل يستخدم التنجستين في صناعة فتيل المصباح الكهرباء تقول الإجابة لأن درجة انصهاره مرتفعاً فيتحمل الحرارة العالية ولا ينصهر لأن درجة انصهاره مرتفعاً فيتحمل الحرارة العالية ولا ينصهر الضوغ التركيب الثاني من تركيب المصباح الكهرباء اللي هو الانتفاخ زجاجي رقيق انتفاخ زجاجي رقيق اللي هو الانتفاخ ده انتفاخ زجاجي رقيق اللي هي القزازة اللي من برة هنا يقول لك يحيط الانتفاخ الزجاجي بفتيل المصباح ويحتوي على غاز خامل مثل غاز الارجن يبقى الانتفاخ الزجاجي ده يحيط الانتفاخ الزجاجي بفتيلة المصباح ويحتوى على غاز خامل مثل غاز الأرجل طيب إيه وظيفة الانتفاق الزجاجي وظيفته بيمنع وصول الهواء لفتيلة المصباح فيحفظها من الاحتراق إيبه وظيفة الانتفاق الزجاجي إنه بيمنع وصول الهواء لفتيلة المصباح فيحفظها من الاحتراق وظيفة الغاز الخامل إيطالة عمر الفتيلة ومنع احتراقها إيبا الغاز الخامل وظيفته إيه إيطالة عمر الفتيلة ومنع احتراقها وهذه شكل توضيحي لتركيب المصباح الكهربائي هنا زي ما احنا قلنا ده فتيل المصباح عبارة عن سلك 200 جستين وده السلك السميك من النحاس وهنا انتفاق زجاجي رقيق وهنا يبقى فيه غاز خامل وبعدك قاعدة المصباح قاعدة المصباح وهنا قطعتين معدنيتين للتوصيل قطعة معدنية وقطعة معدنية القطعتين دولة للتوصيل التركيب الثالث اللي هو قاعدة المصباح قاعدة المصباح هو الجزء الذي يصل المصباح بالديرة الكهربائية يبقى قاعدة المصباح له الجزء ده اسمه قاعدة المصباح ووظيفته ايه او ايه هو ده هو الجزء اللي بيصل المصباح بالديرة الكهربائية الجزء الذي يصل المصباح بالديرة الكهربائية وظيفة قاعدة المصباح تثبيت المصباح وحمله قائما يبه وظيفة القاعدة او وظيفة وظيفة قاعدة المصباح تثبيت المصباح وحمله قائما الحاجة التانية توصيل المصباح بالديرة الكهربية توصيل المصباح بالديرة الكهربية طب بعد كده يقول لك انواع قاعدة المصباح انواع قاعدة المصباح في قاعدة حلزونية اللي هي بنسموها قلووز قاعدة حلزونية القلوز توجد بها قطعتان معدنيتان لتوصيل مصباح الكهراء بالدائرة الكهربية القاعدة الحلزونية أو القلوز توجد بها قطعتان معدنيتان لتوصيل المصباح بالدائرة الكهربية القاعدة المسمارية يوجد بها مصماران جانبيان وتوجد بها قطعتان معدنيتان لتوصيل مصباح بالدائرة الكهربية القاعدة المسمارية يوجد بها مصمارين على الجناب وتوجد بها قطعتين معدنيتين لتوصيل مصباح بالدائرة الكهربية ودي عندنا دي اسمها القاعدة الحلسونية وهنا القطعتين المعدنيتين اللي وظفتهم توصيل مصباح بالدائرة الكهربية وهنا برضو القاعدة المصمارية المصمارين الجانبيين وهنا هي القطعتين معدنيتين لتوصيل المصباح بالدائرة الكهربية ثانيا مصابيح الفورسينت تعرف مصابيح الفورسينت باسم مصابيح النيون بالرغم انها لا تحتوى على غاز النيون يبقى مصابيح الفورسينت تعرف باسم مصابيح النيون بالرغم انها لا تحتوى على غاز النيون طب تركيب مصابيح الفورسينت المصباح الفورسينت يتكون من ثلاث اجزاء رئيسية اول جزء انبوبة زجاجية انبوبة زجاجية وهي مفرغة من الهواء وتحتوى على غاز خامل مثل غاز الارجن وقليل من بخار الزئبق انبوبة زجاجية مفرغة من الهواء وتحتوى على غاز خامل مثل غاز الارجن وقليل من بخار الزئبق ويغطى سطح انبوبة من الداخل بطبقة من مادة فسفورية الانبوبة الزجاجية مفرغة من الهواء وتحتوى على غاز خامل مثل غاز الارجن وقليل من بخار الزئبق والسطح الداخلي تحتوى مغطى بطبقة من مادة فسفورية التركيب الثاني فتيلتان من التنجستين فتيلتان من التنجستين هذه الفتيلة من التنجستين توجدان على طرفي المصباح من الداخل يبقى على طرفي المصباح من الداخل اللي هو الطرف ده والطرف ده يوجد فتيلتان من التنجستين من الداخل الحاجة اللي بعد كده نقاط التوصيل التركيب الثالث نقاط التوصيل توجد نقطتان توصيل عند كل طرف من اطراف المصباح يبقى عند كل طرف من اطراف المصباح يوجد نقطتان توصيل ادي واحدة وادي واحدة في كل طرف فهنا يقول لك علل توجد نقطتان توصيل عند كل طرف من اطراف المصباح فالاجابة لتوصيل الطيار الكهربي الى فتيلة المصباح لتوصيل الطيار الكهربي الى فتيلة المصباح هنا يقول لك تحذير يجب الحرص عند التعامل مع مصباح الفرسنت علل لأنه يحتوي على بخار الزئبق السام يعليل يجب الحرص عند التعامل مع مصباح الفرسنت لأنه يحتوي على بخار الزئبق السام عني يجب بعد كده نشوفه استخدامات مصباح الفرسنت تستخدم مصباح الفرسنت في إضاءة المنازل والمكاتب تزيين المحال التجارية إضاءة الإعلانات التجارية يبقى مصباح الفرسنت بتستخدم في إضاءة المنازل والمكاتب وتزيين المحال التجارية وإضاءة الإعلانات التجارية هنا يقول لنا هل تعلم هناك أنواع هناك نوع من أنواع المصابيح الفررسينت يسمى مصابيح الفررسينت المدمجة أو المصابيح الموفرة يبا فيه أنواع من المصابيح الفرسينت بتسمى مصابيح الفرسينت المدمجة أو المصابيح الموفرة طيب ايه مميزات المصابيح المدمجة توفر استهلاك الطاقة القهربية عمرها الافتراضي أكبر من المصابيح العادية من 8 إلى 18 مرة حيث أن العمر الافتراضي لها من 8000 إلى 15ään الساعة بينما العمر الافتراضي للمصابيح العادية من 750 إلى 1000 ساعة بعد كذا نأخد مقارنة بين المصابيح المتوهج العادي والمصابيح الفرسينت عن قارن بين المصابيح المتوهج العادي والمصابيح الفرسينت هنا عندينا المصباح المتوهج العادي وهنا المصباح الفرسينت من حيث التركيب المصباح المتوهج العادي احنا قلنا بيتركب من فتيل المصباح انتفاق زجاج رقيق قاعدة المصباح اما المصباح الفرسينت بيتركب من انبوبة زجاجية فتيلتان من التنجستين ونقاط التوصيل طيب بالنسبة لفكرة العمل المصباح المتواهج العادي فكرة عمله عند مرور التيار الكهرباء في فتيل التنجستين تسخن وتتوهج ويشع منها الضوء أما فكرة عمل المصباح الفرورسينت بيقولك عند مرور التيار الكهرباء خلال الغاز وبخار الزئبق تميض المادة الفسفورية الموجودة على جدار الأنبوبة الزجاجية عند مرور التيار الكهرباء خلال الغاز الخامل وبخار الزئبق المادة الفسفورية الموجودة على جدار الأنبوبة الزجاجية تميض يعني تميض ينبعث منها الضوء بعد كده من حيث الغاز الموجود بالمصباح في المصباح الكهرباء المتواهج بيوجد غاز الأرجل الخامل هنا في المصباح الفرورسينت بيوجد غاز الأرجل وقليل من بخار الزئبق طيب بالنسبة لي أنواع المصباح فهنا عندنا المصباح المتواهج العادي فيه منه مصباح زقاعدة مسمارية اللي احنا بنقول عليه مصمار ومصباح ومصباح زقاعدة حلزونية اللي هنقول عليه قلووس إبه فيه نوع مصباح زقاعدة مصمارية ومصباح زقاعدة حلزونية اللي هي قلووس أما بالنسبة للفرورسينت فيه منه مصابيح مدمجة اللي هي موفرة للطاقة اللي احنا نقوم عليه للمبة موفرة ومصابيح فرورسينت العادية بالنسبة للاستخدام هنا بيستخدم المصباح المتوهج العادي بيستخدم في إضاءة المنازل ومصابيح السيارات أما الفرسينت بيستخدم برضو في إضاءة المنازل والمكاتب وتزيين المحال التجارية وبكده كن وصلنا معاكم لنهاية الجزء الأول من الدرس أرجوكم استفدتم معانا فمن تنسوش الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس سيصلكم كل جديد والضغط على زر الإعجاب والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته